العين نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى من خلالها نكتشف العالم وما يدور حولنا لكن قد تصيبها بعض الأمراض أو المشكلات الصحية الأخرى وقد نمارس عادات سيئة تحرمنا من هذه النعمة جزئيا وفي بعض الأحيان كليا فماذا لو استعملنا النظرات الشمسية المقلدة وما هو تأثيرها على صحة العينين العين كما يعرف العديد أنها جهاز حسر جدا ولهذا يترتب علينا نحن كأطباء التحسيس فيما يخص العناية الدورية بالعين ونقول وننصح المواطن العام أنه يكون على ارتباط وثيقة بكل المعلومات وبكل التطورات التي تجري فيما يخص مجال العين وأمراضها هل يعي المواطن بخطورة المادة الموجودة على مستوى النظرات؟ ننصح المواطن أنه في حالات يجب أن يتعرف عليها والتي يجب عليه حاليا مزاولة والذهاب عند طبيب العيون لكي يكشف عليه هناك بعض المواطنين الذين لا يقولون أهمية لما يخص العين أو أمراض العيون نجد بعض الأشخاص الذين يعملون في مناطق التي تعرض عيونهم للخطر ولكنهم لا يقولون أي أهمية لذلك